ماني كان سرنا سيدي الواساويس اللي تشكانها تظليت هن توقت اي مسلم اتسن تشكانك الواساويس زندوكان اللي هتظليت والله غلان غبرا تظليت كان الامور يخشنين الواساويس والعدلنين مدكولي تتوين المسائلين ارتني تتوين إبليس الشيطان قطير العربية طبعه وتعالى هشكنتان ايران ايستدلو ايستدلو يمسلم يستدلو ايستدلو اي مسلم وكان هن رحمة ربه تبارك وتعالى تسعى الامى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاسم كان ربي يقضي يربى الواساويسا ورستن تتنى ورستن تتنى ولست سيسكر هن رستن تغفى ربه تبارك وتعالى اشكر النبي صلى الله عليه وسلم للتنى ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم وكان هناك إبليس أي توسواسي إبليس كان مسائل خشنين في الحق ربي تبارك وتعالى نغل الحق نرسل صلى الله عليه وسلم نغل في الحق الشريعان ربي تبارك وتعالى كل المسائل رسنت يحمل المسلم والعرضات وكان هناك التروال في مايان وراتي للقسي بقى وراتي الترضو وكان هنا مايان نيجان ليس حال إيمان نبنى ونكر هناك مسائل هناك كان لعالمات ليس حال إيمان نفس أشكوش كانت كران ميدن ديالنبي صلى الله عليه وسلم وش كانت ترسح ننازه هنا أن تفا غويا كران المسائل خشنين ورزدار كان ينجل حتى تنتهينا الناس النبي صلى الله عليه وسلم يزدوكوين للتفا مغيكان يعني ورات تريم غيان أردي تشكو ورات تريم نعن سيئ الناس نوان نيجان صارح الإيمان نحن ربي تبارك وتعالى يكار وكن صل الإيماني فوقي وكان المسلم هان يقى في الله الواجب أن نسيت أن نسيت لو سويسا أرتن تنس بعد فوق يونس وكان المسائل وكان المسائل الناس من المسائل أصلاح الإيماني هان نتبعات في المنكرات ياتي أرنين من هاتم أشتغل استطلاب العلم أشكو العالم هان تنئي تل بزاف في إبليس وقر العابد يعني إبليس هل تكسغ العالم وقر العابد مثلا إذا حستي بنات المسائل الناس من المسائل بنات الميتيني آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله أنا أولاد فلك الدكرة تنتيف لك عن ستي المسائل أشكو عائشة رضي الله عنها التيني إن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يأتيه الشيطان وفيقول من خلقك فيقول الله فيقول فمن خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه وكانه وسائق اللغة أو وسنتظر لك أي إستعذ بنا سبريس إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نغ الصدف تسجع أستاذ المط كالطوال أشكو شكا يورجز لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن يس يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثالة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه ترجمة نانسي قنقر